مجلس الوزراء ينفي الافراج عن شحنات قمح فاسدة ويشدد على مطابقة جميع الشحنات للمواصفة القياسية الدفاع الروسي تعلن احباط هجوم مسيارة اوكرانية على احدى المنشآت في موسكو وبريطانيا تعلن انتهاء تدريب الف جندي اوكراني والوكالة الدولية للطاقة ترفع توقعاتها لاطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيت نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء من تشر من انباء تزعم الافراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك واوضح المركز الاعلامي انه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي التي نفت تلك الانباء مؤكدة انه لا صحة للافراج عن شحنات قمح فاسدة او غير صالحة للاستهلاك مشددة على ان جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والافراج عنها امنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل ادارة الحجر الصحي المصري بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد اي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مستترك الاكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة في اطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين اعلنت وزارة الصحة اصدر مليون وثمانمائة واربعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وتسعين قرار علاج على نفقات الدولة خلال النصف الاول من العام القاري واوضحت الوزارة ان عدد المستفدين من قرارات العلاج على نفقات الدولة في هذه الفترة بلغ مليون وخمسمائة واحد عشر الف وتسعمائة وتسعة وسبعين مواطنة بتكلفة اجمالية بلغت تسعة مليارات واربعمائة واثنين وستين مليون واربعة الاف ومئة وثلاثة وثمانين جنيها مشيرة الى ان قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات امراض الدم والاورام والانف والاذن والجراحة والنساء والعيون بالاضافة الى العظام والمسالك والبطنة وايضا الامراض الجلدية والعصبية اعلنت وزارة الصحة تقديم ثمانية عشر مليون ومئة واحد وستين الف ومئة وتسعة واربعين خدمة طبية من خلال حملة مئة يوم صحة منذ انطلاق الحملة يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية واضحت الوزارة ان الحملة قدمت منذ انطلاقها خمسمائة واربع وخمسين الف ومئة وستين وستين خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المرأة فيما قدمت الحملة مليون وسبعمائة واربعة وخمسين الف واربعمائة وثمان وخمسين خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعت الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة وذلك للاستفادة بخدمتها سهمت قبائل سيناء بجهود كبيرة في النجاحات التي حققتها الدولة في حربها ضد الإرهاب حيث اصطفت إلى جانب القوات الأمنية وعلى سكريتي في التصدي للعناصر الإرهابية كما لعبت قبائل سيناء دوراً أساسياً في عملية التنمية التي شملت مشروعات صناعية وزراعية وبنى تحتية فضلاً عن أدوار إنسانية واجتماعية في إطار التنمية المستدامة في أعقاب صورة السلاسي من يونيو من عام 2013 شهدت مصر موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية في ربوع الجمهورية خاصة في شبه جزيرة سيناء وكان لأهالي أرض الفيروس نصيب الأسد من تلك الهجمات وهو ما دفع القبائل السينوية إلى الدخول على خط المواجهة جنباً إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب ضد العناصر التكفيرية وأعلنت عزمها على مشاركة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال العشر سنوات الماضية وخلال عمليتي حق الشهيد والعملية الشاملة في سيناء لعبت قبائل سيناء دوراً رئيسياً في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة جهود أبناء وقبائل سيناء تضيف نقطة مضيئة إلى تاريخ نضالهم ضد كل من تسوي له نفسه الإضرار بأمن سيناء سواء كان محتلاً أجنبياً أو إرهابياً يحمل السلاح ضد أبناء الوطن وعلى الرغم من أن اصطفاف قبائل سيناء إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية التي قادتها الدولة لمحاربة الإرهاب في سيناء وضعهم على الخطوط الأمامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وجعل أبناءهم ومشايخهم وزاويهم عرضة للاستهداف المباشر من العناصر التكفيرية إلا أن معين عطائهم لم ينضب مستمرين في تقديم أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها وبالتوازي مع محاربة الإرهاب لعبت قبائل سيناء دوراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة من خلال شركتين أبناء سيناء ومصر سيناء والشركتان ساهمت في مشروعات صناعية وزراعية وبناء تحتية كما ساهمت في توسيع قناة السويس إضافة لأدوار إنسانية واكتماعية في إطار التنمية المستدامة وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية انطلق قطار التنمية في كافة المجالات حيث أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص عشرة مليارات جنيها لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء وطالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار والبناء بجانب الجهود الأمنية لملاحقة البؤر الإرهابية حجم التنمية على أرض الفيروز من مشاريع في قطاعات مختلفة يؤكد تقدير الدولة لدور قبائل سيناء كما أن القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على أبناء هذه الرقعة الغالية تقديراً لما قدموه لأجل الوطن لتستمر حركة التطوير والتنمية على كل المستويات في محافظة شمال سيناء بفضل أهالينا هناك الذين كان لهم دور في إعادة الإعمار ودعم الجهود الحكومية في مواجهة التنظيمات التكفيرية التي هددت أمن واستقرار المحافظة وللمزيد مشاهدين من إلقاء الضوء على جهود أهالينا في سيناء لتنمية سيناء انضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد التحية ستتحدثوا بالتفصيل عن دور أهالي سيناء في التنمية ولكن قبل ذلك أي فخر لأهالي وقبائل سيناء في الوقوف مع الدولة في تطهير منطقة سيناء بيئة الكامل من الإرهاب هو في البداية طبعا ما سألسل على حضرتكم يا أستاذ المشاهدين هو بالطبع لازم نعرف أن دور أهالي سيناء كان دور بطولي جدا في التعاون مع القوات المسلحة لمواجهة التنظيمات وجماعات الإرهابية لإدرت أنها تتغلغل وتتسلل إلى سيناء خلال فترة بعد 2011 ثم بعد ذلك هو البدء في تنفيذ عمليات إرهابية تاريخ القبائل سيناء تاريخ بطولي منذ حرب 67 ودورهم البطولي في 67 وما بعدها ووقوفهم بجانب القوات المسلحة المصرية ولا يقل دور طبعا القبائل سيناء في ذلك الوقت الحالي لأن سيناء وأهليها وقبائلها تتميز بوطنية شديدة جدا تتميز بحبهم لهذه الأرض ولهذه اللقعة ولهذا السبب إدروا أن هما يواجهوا العناصر والتنظيمات الإرهابية اللي إدروا يتغلغلوا داخل سيناء وشوفنا من البداية كانت العناصر الإرهابية أو لما دخلت إلى سيناء ساعت أن هي تروع المدنيين وتروع أهل سناء والقبائل وده من خلال طبعا اختطاف لبعض الشباب من سيناء ومحاولة قتل الشباب ومحاولة اختطاف الأطفال كل ده لتراهبهم وعدم التعاون مع القوات المسلحة والشرطة المدنية إلا أن هما واجهوا كل هذه التهديلات وواجهوا كل هذه المقاطر وقدموا شهداء كتير جدا من أجل الدفاع عن الأرض ومن أجل الوقوف مع القوات المسلحة لأن ده واجب وطني تعلموا جيدا قبائل سيناء وقدرت أن هي تصطف بجانب القوات المسلحة المصرية وأن هي من خلال خبراتهم على الأرض ومن خلال خبراتهم في دروب والسهول والوديان أن هما يوصلوا إلى أماكن العناصر والتنظيمات الإرهابية بالتعاون مع القوات المسلحة قال يعني أهل مكة أدرى بشعبها خاصة النسوس جميل يعني أن هذا الدور من أهميتي أن قرار الدولة المصرية أنها تتدخل في الحرب ضد الإرهاب جنبا إلى جنب وهذا كان خيار الدولة المصرية أنها تتدخل في الحرب ضد الإرهاب تطهير سيناء من الإرهاب جنبا إلى جنب مع أعمال التنمية هو بالضبط كان فيه مصرين قامت بهم الدولة المصرية في نفس التوقيت وهو مواجهة التنظيمات وجماعات الإرهابية كانت هذه التنظيمات خطيرة جدا ومتواجبة في كل ربوع سيناء ولكن الدولة قدرت أن هي تواجه الإرهاب باتجاهين اتجاه الأمن والمواجهة الأمنية مع التنظيمات الإرهابية على الجانب الآخر باتجاه التنمية لأن التنمية حائط صد منيع أمام كل العمليات الإرهابية وأمام الفكر الإرهابي اللي بيسعى إلى التغلغ بين الشباب فابتدت القوات المسلحة الدولة المصرية أنها في ربط سيناء بالوادي من خلال الأنفاء اللي تم تنفذها في البداية والكباري الموقعة وأيضا على الجانب الآخر تم بناء مدن جديدة زي مدينة الإسماعيلية جديدة مدينة رفح الجديدة التطوير في مدينة الشيخ دوائد وأيضا القرى البدوية اللي متواجدة في كل ربوع سيناء إدرت الدولة أنها ترسلها هذا تحديدا أستاذ جميل عايز ألحظك عليه كان فيه دراسة استطلاع رأي بيتعلق بالمشاكل التي يعاني منها أهلنا في سيناء يعني كان هذه المشاكل أو وفقا لأستطلاع الرأي كانت البناء التحتية في يعني معاناة التعليم الصحة الطرق الربط سيناء بشرق القناة بغربها بعد جهود التنمية نحن نتحدث تقريبا عن تسع سنوات من التنمية من التنمية في سيناء العديد جدا العديد من المليارات التي تم انفقها من ميزانية الدولة على تنمية سيناء كيف ترى أعمال التنمية في سيناء بعد كل هذه الفترة هو احنا لازم نعرف في البداية ان كان سيناء كانت مهملة لسنوات طويلة جدا جدا وما كانش فيه اي عمليات تطوير ولا تحديث ولا خدمات كانت بتقدم داخل سيناء لكن البداية المتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 وهو أول اهتمام كبير جدا بسيناء لان ده واجب الدولة انها تقدم خدمتها لأهالي سيناء اللي ضحه كتير قوي عشان الدولة المصرية وارض سيناء والحفاظ على ارض سيناء فبدأت الدولة زي ما قلت لحضرتك تدخول فيه انشاءات وتطوير وتحديث ومناطق زراعية جديدة وبناء مستشفيات ومستوصفات وبناء مدارس في كل المدن وفي كل القرى كل ده الاهتمام ورفع المستوى المعيشة للمواطن على ارض سيناء على الجانب الاخر ايضا هو توفير فرص عمل للشباب المتواجدين على ارض سيناء وعدماء سيناء من خلال تكون الاولوية لهم في تنفيذ المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها على ارض سيناء وده كان شيء مهم جدا وهو توفير فرص عمل لهم الاهتمام بالشركات الوطنية السينوية من اجل العمل على ارض سيناء وسهنت ايضا في انشاء قناة السويس الجديدة اذا فيه اهتمام اصبح اهتمام بالمواطن بالاهتمام بالمعارات المواطن بخلق فرص عمل جديدة ان المواطن في سيناء يعيش حياة كريمة بعد سنوات كتيرة من الاهمال وبعد سنوات كتيرة من الخطر او مواجهة خطر الارحل هو جهد مرصود من قبل اهالينا في سيناء ومن قبل الدولة المصرية في تنمية سيناء بشكل عام شكرا جزيلا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام شكرا استشهد شاب فلسطيني واصيب ثمانية اخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم طول كرم شمال شرق الدفة الغربية المحتلة وانشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي قناصتها في محيط المخيم وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى عقد جلسة عامة تشريعية للمجلس النيابي الخميس المقبل من المقرر ان تنظر الجلسة في عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الامال اعلن الاتحاد الافريقي تأييده وقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس بشأن نايجر ودع المجتمع الدولي الى حماية حياة رئيس النيجر محمد بازوم في ظل تدهور ظروف احتجازه كانت مجموعة ايكواس قد اوضحت ان جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لوضع نهاية وقررت تفعيل قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل الى ذلك عبر الاتحاد الاوروبي عن قلق بالغ ازاء ظروف اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم بعد الاتحاة به من قبل المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزاب بوريل قال ان الرئيس النيجري بازوم وعائلته محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة ايام وقدد بوريل الدعوة لاطلاق سراح بازوم الفوري وغير المشروط حيث ايضا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين ان الولايات المتحدة تحمل المجلس العسكري الذي استول على السلطة في النيجر تحمله مسئولية سلامة الرئيس محمد بازوم واعضاء الحكومة المحتجزين واضاف بلينكين ان واشنطن تنضم الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس في الدعوة اكدت فرنسا دعمها الكامل لجميع النتائج التي خلصت اليها القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس في العاصمة نيجرية ابوجة بشأن النيجر كان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس قد اكد ان المنظمة قرر تنشر القوة الاحتياطية التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر مع عدم استبعاد اي خيار بشأن الوضع في النيجر بما في ذلك استخدام القوة كملاذ اخير لا خيار مستبعد حتى وان كان عسكريا قرار اتخذه قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس في قمتهم الطارئ ابو جا لاتعامل مع الوضع في النيجر واتخذ القادة قرارا بنشر القوة الاحتياطية التابعة للمنظمة الاقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد ان استولت مجموعة عسكرية على السلطة في السادس والعشرين من يوليو كما قرروا فرض عقوبات تشمل حظرا بالسفر وتجميد اصول اي اطراف تعرقل استعادة الوضع الدستوري الا ان القمة تركت الباب مواربا امام الحل السلمي بعد ان اشار البيان الختمي الذي تلاه رئيس نيجيريا انه يأمل في التوصل لحل سلمي للازمة ونحن لا نزال راغبين في اشراك الاطراف بما في ذلك مدبر الانقلاب لجراء محادثات صادقة لقلناعهم باعادة السلطة الى الرئيس محمد بازوم نشر قوات عسكرية تابعة لدول اكواس في المنطقة سيزيد من التوتر الموجود في منطقة السحل الافريقية اصلا خاصة بعد ان تعهدت مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر اذا اقتضت الضرورة ويرى خبراء ان تجميع هذه القوات الاحتياطية قد يستغرق اسابيع وهو ما قد يمنح الفرصة لجهود التسوية السلمية فضلا عن ان بيان ابوجة لم ينشر التفاصيل الخاصة بعدد هذه القوات او عتادها او الدول المشاركة فيها وجهات التمويل وحاولت اكواس اجراء افوضات مع المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر وبعثت بوفود رفيعة المستوى الى نيامي الا انها عادت خالية الوفاض على الجانب الاخر في النيجر تواصل المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة تجاهل تطور الاحداث بعد ان اعلنت عن تشكيل حكومة انتقالية ضمت عشرين وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية غدا تتعين علي الامينزين رئيسا للوزراء ذكرت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فاو ان حالة الامن الغزائي في السودان مقلقة للغاية واضح تفاوى ان التوقعات للفترة من يوليو الماضي الى سبتمبر المقبل تشير الى التضاعف عدد الاشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي مقارنة بآخر تحليل تم اجراءه في مايو من العام الماضي اضفت فاوى ان التوقعات تشير الى ان عشرين فاصل ثلاثة مليون شخص في جميع انحاء السودان اكثر من 42% من السكان يواجهون مستويات عالية من انعدام الامن الغذائي اعلنت وزارة الدفاع الروسية احبط هجوم نفذت طائرة مسيرة اوكرانية على احدى المنشأة في العاصمة موسكو دون ذكر اسم للمنشأ واشارت الدفاع الروسية في بان المقتضب الى اسقاط هذه الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الالكترونية وتحطومها في منطقة غابات غربي موسكو مبرزة عدم وقوع اصابات او اضرار من جانبي ذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانان ان طائرة مسيرة حاولت التحليق فوق العاصمة وجر اسقاطها بواسطة الدفاع الجوي نافيا وقوع اصابات اعادت السلطات الروسية فتح مطار فنكافو بموسكو مشيرة الى ان حركة طيران به تسير بشكل طبيعي يأتي ذلك بعد ان اغلقت السلطات الروسية في وقت سابق المجالة الجوية فوق مطار فنكافو وعلقت جميع الرحلات الجوية بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة الى ذلك اعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى خمسمائة وخمسة وسبعين جنديا اوكرانيا اثر استهداف نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة في منطقة زابوريج اضافة لدفاع الروسية ان قوتها واصلت العمليات الهجومية على جبهة عريضة على محور كوبياناسك وعززت من مواقعها قرب بلدتين في مقاطعة خاركياف مشيرة الى صد اربع هجمات وهجمات مضادة للقوات الاوكرانية في قطاعات اخرى من محور كوبياناسك اعلنت وزارة الدفاع البريطانية عودت ما يقرب من الف من مشات البحرية الاوكرانية الى بلادهم عقب تدريب استمر لمدة ستة اشهر وقال وزير الدفاع البريطانية بن وارس قال ان لندن قدم تدريبا رائدا في المهارات القتالية في الخطوط الامامية لأكثر من عشرين الف جندي من الجاش الاوكراني واضف ان البرنامج التدريبي الذي قدمه الكوماندز الجريطاني سيدعم اوكرانيا في بناء قوتها البحرية المتميزة شهدت العاصمة الاوكرانية كييف عدة انفجارات بعد ان اصدرت السلطات تحذيرا من غارات قوية في جميع انحاء البلاد وطلب رئيس بلدية كييف من السكان البقاء في الملاجئ وقال مسؤولون في كييف ان الدفاعات الجوية تؤدي مهامها وذكرت القوات الجوية الاوكرانية ان روسيا اطلقت صواريخ فرصوطية على منطقة كييف اعلنت القوات المسلحة الاوكرانية تسجيل 34 اشتباكا بين عناصر الجيش الاوكراني والقوات الروسية في مناطق مختلفة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية واشارت القوات المسلحة الاوكرانية الى ان قواتها استمرت في تنفيذ عمليات هجومية في ميلتوبو وبرديانسك لافتة الى ان القوات الروسية اطلقت خمسة صواريخ وشنت 61 غارة جوية و70 ضربة باستخدام انظمة صواريخ متعددة الاطلاق على مواقع جنود اوكرانيين ومواقع مأهولة بسكانه ومن جانبه اعلن رئيس الادارة العسكرية الاقليمية في دوانسك بافلو كيرلانكو اعلن اصابة تسعة مدنيين جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وفي خصوان اعلنت الادارة العسكرية الاقليمية للمنطقة اصابة ثلاثة نساء جراء قصف روسي خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية مشيرة الى ان القوات الروسية استخدمت خلال استهدفها المنطقة مدفعية وطائرات مسيرة وقضاء فهاو ودبابات ومقاتلات وصف الجيش الاوكراني تطورات على خط الجبهة شمال شرقي اوكرانيا بالصعبة بسبب الهجمات الروسية المتلاحقة منذ اسابيع يتي ذلك في وقت تحاول فيه القوات الروسية السيطرة على مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف التزامن مع تقدمها الواضح حول كوبيانسك وبخموت وضع صعب هكذا وصف الجيش الاوكراني التطورات على خطة الجبهة شمال شرقي البلاد بسبب الهجمات الروسية المتلاحقة منذ اسابيع فهنا مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف اضحت مصرحا للعمليات بعد ان طورت القوات الروسية من هجماتها وحسنت مواقعها على خط الجبهة وهو ما ترتب عليه اجراءات عاجلة من السلطات الاوكرانية لاجلاء مواطنيها من خط اصبح مشتعلا بنيران فمدينة كوبيانسك التي تعد موطن تقاطع مهم للسكك الحديدية شهدت قتالا عنيفا منذ بدء العملية العسكرية الروسية حيث سيطرت روسيا على المدينة في غضون ايام وبعد اشهر قليلة استعادتها القوات الاوكرانية وسط هجوم مضاد في شرق البلاد وضع العديد من البلدات تحت قيادة كييف الا ان اوكرانيا حذرت الشهر الماضي من ان روسيا تستعد لشن هجوم كبير اثر شواهد على حشد موسك الالاف من قواتها على الجانب الشرقي الاوكرانيا لكن هذا التصعيد لم يترجم الى نجاحات كبيرة في ساحة المعركة على الرغم من التقدم الواضح حول كوبياناسك وبخموت الا ان تصريحات سلطة كييف الاخيرة تنبئ بوضع جديد حول السيطرة على المدينة التي اصبحت الاتجاه الرئيسي للقوات الرئيسية بحسب تلك التصريحات لتصبح المدينة عنوانا جديدا يتصدر ساحات المعارك المتواصلة ومحورا جديدا لمحاولات فرض السيطرة عليها من جانب كل الطرفين قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مادفادف قال ان ما تحتاجه اوكرانيا هو الاستسلام الذي قد يفتح الطريقة الى السلام مشيرا الى ان واشنطن وكييف لا تريدان ذلك واضف مادفادف ان واشنطن تريد سلطة مطلقة وفي سعيها لذلك لا تكترث بدماء الاوكرانيين كان الرئيس الوسي فلاديمار بوتين قد صرح في الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي بان القوات الاوكرانية لم تحقق النتائج حتى الان وان الرعاة الغربيين لكييف محبطون بشكل واضح من سير الهجوم المضاد قال الرئيس الاوكراني فلاديمار زلانسكي ان كييف تواصل عداد مزيد من حزم الدفاع للقوات الاوكرانية والمزيد من انظمة الحماية للمجتمع الاوكراني باسره بما في ذلك انظمة الدفاع الجوي واشار زلانسكي الى ان محادثاته مع ممثلي القيادة العسكرية للمملكة المتحدة كانت مثمرة نواصل تطوير العقيدة الاوكرانية ولا ننسى هدفنا الرئيسية لكسب الحرب وعدم خسارة بلدنا يجب على اوكرانيا بالتأكيد اغتنام فرصتها التاريخية للتنمية التي اكتسبناها من خلال شجاعة امتنا باكملها نقوم باعداد المزيد من حزم الدفاع لجنودنا والمزيد من انظمة الحماية للمجتمع الاوكراني باسره بما في ذلك انظمة الدفاع الجوي لقد اجريت محادثة مع ممثل القيادة العسكرية للمملكة المتحدة كانت محادثة المغلقة لكنها كانت مثمرة قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة اناتولي انتونوف قال ان طلب الادارة الامريكية تمويلا اضافيا لمساعدتها العسكرية لكييف يظهر تصميم واشنطن على مساعدة اوكرانيا وقال انتونوف ان الادارة الامريكية تنتهز كل فرصة لابداء رغبتها في مساعدة عملائها بكييف مشيرا الى نواشنطن تطيل امد الصراع لافتا الى استمرار وصول المعدات العسكرية بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية واحتمالات ارسال طائرات مقاتلة وقذائف يورانيوم وقذائف بعيدة المدى الى اوكرانيا اعلنت رئيسة المركز الصحفية لقيادة العمليات الكنوبية بالجيش الاوكراني ناتاليا هامينيوك ان الجيش الروسي يحتفظ بعشر سفن حربية في البحر الاسود لكن لم يكن ايا منها من حاملات الصواريخ قالت هامينيوك ان الجيش الروسي يقوم حاليا باستطلاع جوي قوي من خلال نشاط الطائرة المسيرة نفى نائب المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة فرحان حق نفى وجود علاقة للمنظمة بممورات المؤقتة التي اعلنت اوكرانيا عن فتحها في البحر الاسود واعلنت كييف وقت سابق عن ممر انساني للسفن العالقة بموانئ البحر الاسود منذ العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ امام شحنات الحبوب ممر انساني للسفن العالقة بموانئ البحر الاسود اعلنت عنه كييف قد يمثل انفراجة لازمة انسحاب موسكو من اتفاق يسمح لكييف بتصدير الحبوب في بادي الامر سينطبق الممر الانساني على سفن مثل الحاويات العالقة في الموانئ الاوكرانية منذ العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والتي لم تكن مشمولة قد يكون اختبارا رئيسيا لقدرة اوكرانيا على اعادة فتح الممرات البحرية في وقت تحاول فيه روسيا معاودة فرض حصارها الفعلي بعد انسحابها من اتفاق الحبوب الشهر الماضي البحرية الاوكرانية ذكرت انه برغم خطر الالغام والتهديد العسكري الروسي الذي ما زال قائما في البحر الاسود فان كييف قدمت اقتراحا مباشرا بشأن الممر للمنظمة البحرية الدولية وستستخدم الممر بالاساس السفن المدنية الراسية في مواند شرنو موريسك واودسا وبفدن الاوكرانية من جانبه اشار المتحدث باسم البحرية الاوكرانية اوليت شاليك الى ان الممر سيكون في غاية الشفافية وسيتم وضع كاميرات على السفن وسيكون ثمة بث لاظهار ان هذه مهمة انسانية محضة وليس لها اغراض عسكرية يأتي ذلك في وقت اكد فيه نائب المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق ان الملاحة الامنة للسفن التجارية كانت احدى مزايا مبادرة البحر الاسود التي يتطلب الامر استئنافها وترى الامم المتحدة ان قرار روسيا لانسحاب من الاتفاق يهدد بتفاقم ازمة الغذاء العالمية والحاق الضرر بالدول الفقيرة من خلال حجب حبوب احد اكبر المصدرين في العالم عن السوق ومنذ اتحابها من اتفاق الحبوب قالت روسيا انها ستعامل اي سفن تقترب من المواني الاوكرانية باعتبارها سفن عسكرية محتملة ومع الدول التي ترفع اعلامها على انها تقاتل في صف اوكرانيا وردت كييف بتهديد مماثل للسفن التي تقترب من المواني الروسية او الاوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا اشتركوا في القناة اعلن مكتب الاحصاءات الوطنية ان الاقتصاد البريطاني تجاوز التوقعات بالنسبة نمو 2 من 10% في الربع الثاني مدعوما باستهلاك الاسر والانتاج الصناعي ونمل الاقتصاد بنسبة 0.5% في يونيو يتذلك بعد نمو الناتج المحلي الاجمالي الشهري بنسبة 0.1% في مايو لا يزال تضخم في المملكة المتحدة من بين اعلى المعدلات في جميع الاقتصادات المتقدمة عند 7.9% ولا يتوقع مصرف انجلترا حاليا ان يصل الى هدفها البالغ 2% حتى العام 2025 وفي وقت سابق قال الرئيس روسي بلاديمير بوتن انه اذا ما ارادت الشركات الاجنبية العودة الى روسيا فلن تغلق سلطات البلاد الباب امام احد وستخلق الظروف المنائمة لذلك وصف الرئيس الامريكي جو بايدن الصين بانها قنبلة موقوطة بسبب مشاكلها الاقتصادية وخلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوت اشار بايدن الى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة في الصين مشادلا على انه يسعى الى علاقة عقلانية مع الصين واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية الى بكين قم بها كبار المسؤولين الامريكيين بمن فيهم وزير الخارجية انتوني بلانكن ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو وسط انخفاض كلفة سلع منها السيارات المستعملة وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل ان الطلبات الاولية للحصول على اعانات البطالة الحكومية قد ارتفع مؤخرا فيما يعد تحسنا جزئيا في معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين قليلا في يوليو وسط انخفاض كلفة السلع منها السيارات المستعملة وذلك بعد شهر من ارتفاع طفيف هي الاولى على اساس سنوي في 13 شهرا وهو ما قد يقنع مجلس الاحتياطي التحادي بترك اسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين 3.2% في 12 شهرا حتى يوليو وجاء ذلك بعد زيادة 3% في يونيو وهو اقل ارتفاع على اساس سنوي منذ شهر مارس 2021 وانخفضت اسعار المستهلكين السنوية من ذروة 9.1% في يونيو 2022 ويستهدف الاحتياطي الاتحادي تقييد التضخم عند 2% في غضون ذلك قالت الادارة الامريكية الاسبوع الماضي ان الاقتصاد اضاف 187000 وظيفة في شهر يوليو وهو ثاني اقل عدد منذ ديسمبر 2020 ومعدل البطالة عند ادنى مستوياته في اكثر من 50 عامة مما يبقي على ارتفاع الاجور لكن مع ارتفاع انتاجية العمال يشعر الاقتصاديون بالتفاؤل اذا احتمال احتواء كلفة العمالة واظهر تقرير منفصل من وزارة العمل ان الطلبات الاولية للحصول على اعنات البطالة الحكومية ارتفعت 21000 طلب الى 248000 معدلة في ضوء عوامل موسمية للأسبوع المنتهي في الخامس من اغسطس واظهر التقرير ان عدد الاشخاص الذين يطلقون اعانات بعد المرة الاولى انخفض 8000 الى 1.684 مليون خلال الاسبوع المنتهي في 29 يوليو الماضي ذكر البنك الدولي ان التقديرات الاولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الفهربائي في فايتنا خلال شهر مايو ويونيو بلغت حوالي 1.4 مليار دولار واكد البنك الدولي للسلطات الفايتنامية على ان العمل الفوري مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لامن الطاقة والخسائر الاقتصادية هذا وتسعى الحكومة الفايتنامية لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2% سنويا حتى العام 2025 مما يشير الى احتمال استمرار ازمة الطاقة رفعت الوكالة الدولية لتاق من توقعات على الطلب العالمي للنفط للعام الحالي الى اعلى مستوى سجله على الاطلاق ليصل الى 102.2 مليون برميل في اليوم وذلك وفق ما جاء في تقريرها الشهرية اشارت الوكالة الى ان الطلب العالمي على النفط بلغ منذ الان مستوى قياسي قدره 103 مليون برميل في اليوم في يونيو يسجل في اغسطس رقما قياسيا جديدا حيث ذكر التقرير ان الطلب العالمي على النفط يبلغ مستويات قياسية مدفوعا برحلات الجوية الصيفية والاستخدام المتزايد للنفط في انتاج الكهرباء والزيادة الحادة في نشاط قطاع البيترو كيمويات الصيني استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الاوتاد الحلقة السادسة وكأس مصر واستضاف بطولة الجمهورية لالتقاط الاوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022 2023 وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الاوتاد الحلقة السادسة كأس مصر وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الاوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022 2023 بتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية على مدار يومين استمرت فعاليات كل بطولة ليلا تحت الأضواء الكاشفة حيث استعرض الفرسان مهاراتهم في التقاط الاوتاد في ضوء تمتع الوادي بأفضل التجهيزات التي تمكن الفرسان من إظهار قدراتهم ومهاراتهم على ملاعب ذات مقاييس عالمية فاضلا عن التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح البطولة وأستبلات مجهزة لإواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطرية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول المكان دا يعتبر أول مكان أو أول نادي في مصر يبقى فيه كافة الخدمات دي كلها المكان مش بيعمل على أرض الأراضي تاعته الفروسية أو الاهتمام بالخيل بس بل أنه كمان فيه فنادق متاحة من الفرسان يقيمه فيها بيعمل على راحة الفرسان والخيل وزارة الدخلاء مدى أحسن أداء من حس الأراضي والتجهزات ومنحس برضو الإسعافات بأن الإسعافات دايماً جاهزة وفيه دكتور دايماً واقف معنا في الأرض في آخر الأرض جودة الأرض إحنا الحمد لله دا المكان دا من أحسن من أحسن الأماكن اللي في مصر وبالعكس يعني هو مش في مصر بس ده على مستوى العالم كمان إن هو مجهز على الأعلى مستوى الأراضي مجهزة على الأعلى مستوى وبتدي الفرصة للفرسان إنهم يقدوا أحسن ما عندهم ويأتي استضافة الوادي لهاتين البطولتين استمرراً لنجاحات التي حققها في استضافة بطولات سابقة منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ورفع كفاءته ليصبح مستعداً لاستضافة بطولات الفرسية محلياً ودولياً وإسهاماً منها في الارتقاء بهذه الرياضة المكان طبعاً مجهز على أعلى مستوى إن هو يستقبل كل النواد إنها تبقى موجودة هنا في النازي الأراضي المجهزة الاستبلطة على أعلى مستوى الأراضي نفسها الأراضي التسخين أراضي المباراة وطبعاً ده كان واضح جداً لما استقبلنا تصويرات كس العالم في شهر واحد خدمات نفسها المكان كله بيكون على أعلى مستوى طبعاً وكل الناس بتحاول تساعد يعني بأعلى قادرة ممكن إنها تساعد بي بحيث أن البطولة نفسها تبقى خارجة بشكل لقيد ده يوفر وادي الفروسية الأجواء الملائمة لنجاح أي بطولة فروسية تقام على ملعبه إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفستاطة وهو ما يجمع بين الاستمتاع بأجواء البطولة وبالموقع المتميز للوادي أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جميع الكفر الشيخ قافلة طبية وبيطرية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية 73 والقرى المجاورة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ شارك في القافلة عدد من الأساتزة والمتخصصين من كليات طب وأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة ماهو أصبح يجب أن تكون أسنانيه نحن النهاردة ماهو أصبح يجب جميع الكتاب it وبيطرية وبيطرية شاملة مؤلفة من كليات وتخصصات مختلفة مختلفة من جامعة كفر الشيخ معنا تخصصات الطب البشري الطب البطري الصيدالة الأسنان التمريض، الأداب، التربية، التربية النوعية كلهم بيخدم في مجال تخصصه ودراسته وعلمه وعمله احنا مثلا في كلية التب البيطري معنا أسادزة من التخصصات المختلفة الإكلينيكية بالكلية تخصصات أقسام الجراحة البيطرية طب الحيوان لغلق أمراض المعودية والأمراض الباطنة أسادزة من قسم أمراض الدواجن بيتم توقيع الكشف الطبي على الحيوانات والدواجن لأهلين المزارعين في قرية 73 مركز الرياض وتوزيع دوية مجانية على المزارعين بنقدم خدمة مجانية للشعب سواء كشف بشري أو كشف بيطري احنا دلوقتي موجودين في القفلات الطبية البيطرية بنقدر نقدم موجودين أكثر من قسم كلينك تبع الكلية موجودين قسم البطنة وقسم الأولادة وقسم الجراحة وقسم الدواجن بنقدر نحن نكشف على الحيوانات المريضة والحيوانات السليمة بنقدم الخدمة التوعوية للشعب والجمهور إنه إزاي ما يصبش الحيوان إزاي يقدر يتعامل مع التحصنات المجانية كل التخصوصات موجودة النهاردة بصراحة النهاردة يوم جميل قوي الناس مستمتعة ومبسوطة جدا الختمات الطبية متوفرة طبعا فيه اهتمام ورعاية للناس الناس محدش اشتكى بصراحة أنا من ضمن الناس اللي دخلت وكشفت مهتمين بالناس جدا أطفال كبار انتهت مبادرة حياة كريمة من تجهيز المجمع التكنولوجي بقرية كفر الغاب بمحافظة الضمياط وسلمته لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة وقامت المبادرة بالانتهاء من أعمال الكهرباء بالقرية كما تم تسليم مركز الشباب منطقة الدهيمة بملعب جاهز فضلا عن الانتهاء من موقف السيارات والسوق الحضاري ونقطة الإسعاف والمطافئة الواحدة المحلية بكفر الغاب فيها حوالي 90 ألف نسمة 90 ألف نسمة كانوا يفتقدوا للخدمات الأساسية والبنية التحتية من نسبة الإسعاف والمطافي لمركز التكنولوجي لسجل مدني كل الخدمات دي ما كانتش موجودة بس الحمد لله بفضل مؤسسة حياة كريمة ومبادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقت بقى موجودة عندنا الإسعاف موجودة عندنا المطافي موجودة عندنا بنية تحتية لمدرس محدثة بالكامل مدرس فني تجاري مدرس سنوية وإعدادية كل البنية التحتية الوقت جاهزة بالنسبة لكفر الغاب سيادة الرئيس وفر لنا مكان بجد ما كناش نحلم به مكان نظيف واسع يسيع كتير يعني طول عمرنا كنا مؤجرين وفعلا بجد هو قرمنا بوجود مكتب تموين يليق بموظف مركز التكنولوجي استلم فعلا الوحدة المحلية يوفر للمواطنين استخراج الشهرات الميلاد استخراج البطايا خدمات الشهر العقاري فيه برضو مكان للوحدة للشؤون الاجتماعية ويخدم المرأة المعيلة ومنتجاتها وسعيدها وكل ما يخص الأسرة أو المواطنين برضو من خدمات اجتماعية وفيه وحدة إسعاف خلاص اكتملت الحمد لله ووحدة مطافي برضو وهو حلم بالنسبة للبلد ويتحقق على أرض الواقع وفيه برضو الغاز شغال والطرق شغالة والإنترنت الحديث والكهرباء بتتجدد برضو في عهد السيد الرئيس عبد فتاح السيسي وفر لنا وحدة إسعاف ونقطة مطافي ومركز تكنولوجي ومدارس فاني صنايع بنات ومدارس إعدادي ومدارس ابتدائي وصرف صحي وبنية تحتية على مستوى صرف صحي مياه نت نحن الآن نعيش في عهد حياة كريمة وفي عهد السيد الرئيس عبد فتاح السيسي فنشكر السيد الرئيس بقى عندنا نقطة إسعاف وحدة إسعاف ونقطة إطفاء ومركز تكنولوجيا ومجمع خدمات ومدارس فنية ومدارس اتحدثة ومركز الشباب في مبادرس حياة كريمة ومبادرس رئيس السيسي حفظه الله ونحن قريب جدا نستلم مجمع الخدمات وننقل فيه وده حاجات ما كاناش نحلم بقى خالص والوقت بقى عندنا دخل النت ودخل ودخل الغاز للقرية وحاجة ما كاناش نحلم بقى كوحدة محلية في كفر غاب انجازات يعني ما كاناش نتوقعها أبدا من السيد الرئيس حفظه الله في هذه الانجازات الجميلة ومجمع خدمات وحاجة يعني ما كاناش نتوقعها أبدا ونشكر مبادرة الرئيس السيد الرئيس حفظه الله ومؤسسة حياة كريمة على العملاته في كفر غاب نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأربان نفذ تسعمائة وخمسين بئر مياه جوفية في القرى والتجمعات الصحراوية بمدينة براني غرب مطروح من المستهدفين يتم تنفيذ ثلاثمائة بئر أخرى في مدينة براني بإجمالي ألف ومئتين وخمسين بئر لتوفير المياه الجوفية للأهالي لاستخدامها في الزراعة ورعي الأغنام ومن خلال لجنة مختصة مكونة من التضمن الاجتماعي وتنمية القرى ومجالس المدن يتم حصر المناطق الأكثر احتياجا في مطروح وذلك لتنفيذ أباري مياه جوفية نفذنا تسعمائة وخمسين بئر المياه جاء في مدينة براني ومستهدف تنفيذ تلتمية بير آخر يتم حصر الأماكن أكثر احتياجا لتنفيذ الأبار في الكرة والتجمعات في محافظة مطروح من خلال اللجاة متخصصة من التضامن وتنمية القرية ومجالس المدن العمل هنا في براني يتم من على قدم وصاق عشان يستفيد أهلنا من الأبار الجوفية في الزراعة ورعي الأغنام الحمد لله دلوقتي بالتعاون مع التحالف الوطني وقهود الدولة نحو حياة كريمة لكل مواطن مصري في هذه الصحراء تم تنفيذ عدد من الأبار وإن شاء الله مستهدف برضو في مناطق تانية بحيث أنها دلوقتي في عائد على المواطن بأنه تم توفير المياه لي بحيث أنه يقدر مثلا يرى الزرع يقدر يرى المواشي يواجه اليوم المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد نظيره الدانيماركي في السبعة مساء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين والمقامة في كرواتيا كان المنتخبون الوطني قد حقق فوزا ملحميا على منتخب جزر الفارو بنتيجة ثمانية وثلاثين أربعة وثلاثين في ربع نهائي البطولة ليواصل حملته الناجحة للدفاع عن لقبه العالمي ياذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنعيد هذه الجولة الإخبارية ويتبقى فيها إلى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عنوين مجلس الوزراء ينفي الإفعاج عن شحنات قمح فاسد ويشدد على مطابقة جميع الشحنات المواصفات القياسية الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم مسيارة أوكرانية على إحدى المنشآت في موسكو وبريطانيا تعلن انتهاء تدريب ألف جندي أوكرانية الوكالة الدولية للتاقة ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتيكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري في تمام السادسة تلتقون وجولة إخبارية مجددة إلى الملتقى إلى اللقاء